اضرب حجر بزجاج حاركة بمسدس ببندقية مصنعة بكل شيء تصل يدك إلى قاوم صالح العاروري صالح بفعله وسيرته وخاتمته فمن كانت حياته مليئة بالجهاد يستحق خاتمة الشهادة التي سعى لها طوال حياته وتمنىها دائما اغتيال القائد العاروري وست آخرين ممن كانوا معه محاولة إسرائيلية لتحقيق أي هدف يتراقص به يمينا ويسارا أمام مستوطنيه أصحاب الروح المعنوية المهزومة بعد الفشل الذريع الذي أثبته الاحتلال في ميدان المعركة مع المقاومة الفلسطينية في غزة منذ سابع أكتوبر المنصر عموما ومنذ بدء التواغل البري في السابع والعشرين من ذات الشهر الحقيقة أن خسارة الشيخ صالح العاروري هذا المناضل القائد الوحدوي الفتث خسارة كبيرة جدا لفلسطين لكن فلسطين واللادة التي أنجبت أنجبت كل هذه الثلة من القادة الأحرار المقاومين ستنجب غيرهم بعد اغتياله الأنظار كلها تتجه نحو الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة ورد حزب الله بعد تهديده للاحتلال مرارا وتكرارا بأنه إذا مختال قائدا أيا كانت جنسيته على الأراضي اللبنانية سيكون الرد قاسيا كما تتجه الأنظار نحو الأسلوب الذي ستتبعه المقاومة الفلسطينية في الرد على اغتيال واحدا من أبرز القادة العسكريين والسياسيين هذا أسلوب أسلوب نازية لاغتيال الناس لأنه ما قدروا يحققوا الهدف اللي هم انطلقوا من أجله في غزة وفشلوا في كل سياستهم العسكرية والسياسية أمام العالم فهم بدوروا على نقطة للالتقاء اللي يكلوها لشعبهم وللعالم هاي إنه إحنا أنجزنا في عملية اغتياله مقاومتنا مسلحين بالإيمان مسلحين بالعزيمة مسلحين بالانتصار مسلحين بعقيدة النصر وفقط النصر النصر مأخوذ بقط من الشهداء من دماغهم الطاهرة الاحتلال إذا فكر إنه باغتيال العروري باغتيال القادة راح ينتصر فهو واها وجد إنه هو أوهن من بيت العنكبوت لأنه كل يوم بيين لنا كدش دعفه وبين لنا إن الانتصار حتما قادم على أرضنا وعشابنا في مدينة رامالله ومراكز مدن الضفة الغربية خرجت مسيرات منددة باغتيال العروري مطالبة بالرد الفوري من حزب الله والمقاومة توجهت بعضها إلى نقاط التماس بعد دعوات من الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية لأن يكون اليوم الأربعاء يوما للغضب والتصعيد يظن الاحتلال أنه عبر سياسة الاغتيالات هذه يقتلع فكرا وعقيدة ومقاومة لكنه لا يعلم أن من خلف الرانتيسي والياسين وأبو جهاد حتما سيخلف العاروري بالرغم من خسارة الشعب الفلسطيني الكبير بالعاروري إلا أن العالم حتما سيقف معنا يوما حين يرى إصرارنا على حقنا كما قال العاروري سابقا من مدينة رامالله حنين قواريق لشبكة وطن الإعلامية اشتركوا في القناة